لما تجمع هذه الأسواق كلهم تلقى أنت الرياضة عندك مكبلة شو هي الرياضة؟ الرياضة هي بار على فرجة منتجة بطريقة جيدة تبث بش طريقة جيدة محللة بشكل جيد تصليك أنت كمجالسة كمتالقي في الجزائر إحصائية هذه الثانية أنت لكي تطلع قناة رياضية لازم 8500 ساعة إنتاج برامج بث مباشر أخبار تحليل الجزائر الفرجة الموجودة في الرياضة الجزائرية كرة قدم كرة يد نحن ممكن نوصل إلى 12 ألف ساعة إنتاج بس نحن ننتج حوالي ألف فرق كبير هذا ليس فقط في الرياضة في الثقافة في المصرح تشوف مثلا الآن هذا المصرح اللي فتحوه جديد على الطريق السريع يعني من نشاطات باه رح نشوفها في التلفزيون لا تنتج الأوبيرا أوبيرا ومسارح وإنس المسارح هذا منتج فكري مهدر يعني ليش وصلنا لهذا آخر قدم لأنه وصلنا لهذا الحالة لأنه نحن نفتقد أول للتجهيزات التي تنتج نحن الآن مثلا التلفزيون الجزائي إذا ممكن إذا ما نعني غالط يمتلك حوالي 6 أو 8 وحدات للإنتاج التلفزيوني أوبيفاني هذه العربات النقل بحكم جغرافية الجزائر والديموغرافية الجزائر وتوزيحها أنت تحتاج إلى مئة مئة يعني حوالي 400 مليون أورو أنت ممكن تخفض هذا 400 مليون أورو لو تبني هذا الحافلات هنا في الجزائر أنت هتخفض للربع أس الشركة تعرف أنت شو تعمل تجمع المؤسسات يعني تقول مثلا مين يعطيني شاحنة بهذه المواصفات قال مؤسسة تيارت لإنتاج سونعا كوم تعطينيها فتقنل الكلفة مثلا مين يقدر يبني لي داخل فيه مؤسسة مثلا